بس مش بس لو مستوى قال ومش بس لو بعد عن التشكيل لأن احنا معانا لاعب الحقيقة مش شفناهوش في أرض الملعب إلا دقايق معدودة لكن شفناه خارج الملعب وشفناه في صراعات وتطاول وسلوكيات بعيدة عن كرة القدم كتير جدا هو اللعب إمام عشور اللي بيتطاول على وليد سليمان اللي داخل بيفرق بين اللعبة وحكم خبرته فوليد وقع فتطاول عليه دي لقطة مهينة لتاريخ قروي كبير جدا اسمه وليد سليمان من لاعب لا يملك سوى دقايق في أرض الملعب وزي ما قال فارس الناس دي بتعرف تبيع لكن الناس دي ما بتكملش والحقيقة لو عايزين دليل على ده شوفوا كلام كتير كان يتقال كان فيه لاعب طلع قال يا ترى الدوري هيطلع من نادي الزمالك يا ترى مين يعيش ما شفناش الدوري رجع نادي الزمالك كنا وصفين وهو كمان ما شفنهوش فيه لعبة بتبقى أساطرها في قصف الجبهات مع الجماهير ده شيء يعنيها لكن عند النادي الآلي لازم هنقوله أف وهنا بقى لازم نطالب لجنة الانضباط يا فارس بعقوبات خاصة لما يكون فيه لوائح وقوانين بتحكم المسبقة عشان نبقى بنكلم الناس فيه فلسفة ما ينبغي أن يكون وما هو كائم بالفعل ما ينبغي أن يكون ده اللي احنا بنتكلم فيه كل حلقة وما هو كائم بالفعل السيد عمر الجنيني ولجنته الموقرة عايزين فإحنا بنتكلم ما ينبغي أن يكون إن إقاف ست مباريات وغرامة مئة ألف جنيه زي ما اللايحة بتقول فعل فاضح إشارات مشينة على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام نعتقد أن ده النص هنشوف هيتطبق إيه من جملة حاجات يا أحمد ما شفناش أي تطبيق ليها وخرقات واضحة لللوائح والعقوبات وأعتقد هل اللي كان بيحتفل يا أحمد هل اللي كان بيحتفل حيوقع عقوبات؟ هل ترى الخلفية الزهنية لمسؤول فرحان بعقلية مشجع في الملعب هينفذ عقوبات؟ أعتقد مش هيتنفذ عقوبات وأعتقد للأسف هنمشي في مرحلة التوازنات كالعادة ها عاقب من هنا أو عاقب من هنا بس احنا هنا لازم نلفت لانتباه لنقطة في لجنة الانضباط لما بتعاقب لعب وبتتكرر تاني السلوكيات دي فتبقى العقوبة مشددة حابين نؤكد أن الشكبالة تم عقوبته قبل كده من قبل لجنة الانضباط برضو بسبب هتفاته مع جماهير الزمالك في شهر السبتمبر الماضي بعد احتفاله بكأس مصر نهاردة بيكرر نفس الحدث فأعتقد لازم تكون العقوبات مغلزة وننسى بقى فكرة أصلي بنخاف منه والكلام ده كله احنا بنخافش من حد وهو مش متواجد في أرض الملعب وانتوا بنفسكم بتعترفوا أنه هو خلاص لعيب احتياطي مش أساسي في فريق نادي الزمالك لكن لعب أخطأ لازم يتعاقب لعب أخطأ زي عبدالله جمع وعمل شرارة ممكن كانت تؤدي إلى كارسر ياضية في ملعب وشكلنا يبقى سايق جدا أمام الوطن العربي الكامل بسبب احتفال صبياني ده لازم يتعاقب ولو فيه لعيبة من النادي الآهلي ثبت عليها أنها فعلا أخطأت حتى لو كانت رد فعل لازم تتعاقب ولكن كل واحد يعرف مين اللي أشعل الشرارة ومين اللي أشعل العقوبة لأن عايز أقول نقطة البعض بيردد ما تكسب يا أخي واحتفل زيهم لا لأن احنا لما بنكسب ما بنعملش كده احنا عندنا ثقافة الفوز وعندنا ثقافة الهزيمة عندنا لعيبة عارفة يعني إيه في النهاية أنت بتشارك اللعب ده في منتخب مصر ورد جدا يكون زميلك في منتخب مصر ما ينفعش أنك تتطور عليه ما ينفعش تستفز جماهير منافس